اشتركوا في القناة ادقوني والله يا جماعة على مدى 28 سنة عشتها في الدعوة ما وجدت إنسانا ربنا يعني رزقاه التوفيق او رزقاه اي خير في الدنيا سواء كان في الدين او في امور الدين او امور الاخرة او امور الدنيا الا وكان برا بابيه وامي عمر ما سمعت عن واحد ناجح الا وكان برا بابيه وامي النبي صلى الله عليه وسلم والحديث لوهما مسلم كان في يوم الام جالس مع الصحابة فبيخبرهم عن واحد هو ما شافوش خدوا بالكم ولا يشوفو بيخبرهم عنه من الذي اخبره بذلك جبريل عليه السلام من خلال الوحي فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان خير التابعين معروف ان الصحابة شروط الصحبة ان يتقال عن واحد ان الصحابة ان يكون لقي النبي ولو لضقيقة واحدة او حتى اقل من ذلك ويؤمن مع النبي صلى الله عليه وسلم ويموت على ذلك ده يعتبر صحابة اما التابعين حتى لو كان عايش في زمن النبي حتى ولو كان في بلد النبي لكنه لم يرى النبي ولو مرة تمام وحتى هو مؤمن ولم يرى النبي مرة يعتبر من التابعين المخضرمين ولكنه لا يعتبر صحابيا فلابد من رؤية النبي ولو مرة فالمهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان خير التابعين رجل يقال له اويس القرني او اويس القرني على اختلاف الكراءات تمام له والدة هو بها بر دي العلامة بتاعته وكان نبيه برس فبرأ الا موضع درهم خدوا بالكم فاذا لقيتموه فمروه ان يستغفر لكم شوف تخيل بقى حضرتك النبي بيقول الكلام ده المين لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وزبير وخيرة الصحابة بيلوم لو شفتوا اويس القرني خلوه يستغفر لكم مين اللي يستغفر لمين تابعي يستغفر لصحابي هو النبي قال كده صلى الله عليه وسلم فتمر الايام وظل النبي صلى الله عليه وسلم طبعا اويس القرني طب هو اسلم هو اسلم هو كان من قبيلة قرن في البلاد اليمن كان عايش في بلاد اليمن طب ايه اللي خلى اويس مايروحش يقابل النبي هو لو قابل النبي ولو ديئة واحدة ورجع اليمن مرة تانية كان يعتبر صحابي إيه اللي خلاه ما يروحش وينال شرف الصحبة إيه اللي خلاه ما يروحش يا جماعة إنه كان عايش مع أبيه وأمه مات أبوه وترك أمه فمرضت أمه مرضا شديدا وكان ما عندهاش غير أويس القرني فأويس ظل بجوار أمه يمرضها ويخدمها ويطعمها ويسقيها وعايش خدم تحت رجلها فمش قادر يسيبها ولا يوم واحد لإنه ما عندهاش حد يخدمها فظل ملازما لأمه خدمتها يعبد ربنا ويطلب العلم ويخدم أمه ويطعمها ويسقيها فإكراما لهذا العبد الذي آثر إكرام أمه إن ربنا سبحانه تعالى من فوق سبع سماوات يرسل جبريل عليه السلام مخصوص مش عشان يبلغ النبي آية كرآنيا أو عشان يبلغوا حكم شرعي وإنما عشان يبلغوا بالمنقبة العظيمة لهذا التابعي يبلغها للصحابة والصحابة يبلغوها للتابعين ثم لتابعي التابعين ثم الأمة كلها تعرف قدر هذا الرجل لحد ما نعود النهاردة في الستوديو ونتكلم عن قويس القرنية اللي كان عايش أيام النبي في بلاد اليمن شوف تأديه در الرجل ده بأمه وصلوا لمرتبة أن يحتفى ويحتفل به في السماوات بل وفي الأرض وإن إحنا النهاردة وإحنا بنذكره بنقول رحمه الله رحمة واسعة وحضراتكم أكيد برضو هتقوله رحمه الله رحمة واسعة تمر الأيام وبعدين يظل قويس على نفس الحال بيخدم الأم وبيكرمها وبيعبد ربنا سبحانه وتعالى ماتت الأم ففرحة مش بموت أمه فرحة أنه هو يقدر يروح للنبي حزن على أمه حزنا شديدا وبكى بكاء مريرا دون اعتراض على قضاء الله ولكنه فرحة بأنه أتيحت له الفرصة أن يرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكنه لم يكن يدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات كان النبي صلى الله عليه وسلم قد مات بل وجاء بعده الخليفة الأول أبو بكر الصديق ثم مات ثم تولى عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب تولى الخلافة وأصبح أمير المؤمنين وذهب أويس القرني من أجل أن يذهب لصحبة يعني لهذه الصحبة العظيمة وذهب ولقي عمر بن الخطاب فعمر بن الخطاب كان بيعمل في الوقت ده طول الفترة دي كلها من بعد ما سمع الكلام ده عن النبي على السلام أن خير التابعين الرجل اللي قال له أويس القرني وهو قال من رو فليس تغفر لكم فعمر بن الخطاب كان كلما يجي حد من بلادي اليمن كان يسأل أفيكم أويس القرني فياكنون لا كل مرة أفيكم أويس القرني فياكنون لا لحد دم مجه في سنة من السنين وكان لسا عمر بن الخطاب يدوب لسا ماسك أمير المؤمنين فأول ما مر عليه يعني وفده من اليمن فقال لهم أفيكم أويس القرني قالوا بلا أيه معنا أويس القرني فقال دعوه فدعوا أويس القرني وكان رجل حابدا زاهدا وكان لا يحب الشهرة ولا يحب أن لحد يعرفه خالص بالمرة فذهب أويس القرني لمقابلة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فعمر بن الخطاب قال له أنت أويس القرني قال بلى يا أمير المؤمنين قال لك أم أنت بها بر قال نعم رحمها الله رحمة واسعة قال له كان بك برص فبرأت منه إلا موضع ديرهم قال بلى يا أمير المؤمنين قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن خير التابعين رجل يقال له أويس القرني إلى آخر الحديث فقال له عمر الخطاب استغفر لي يا أويس قال سبحان الله أنا أستغفر لك يا أمير المؤمنين بل أنت أولى بأن تستغفر الأمثالي قال لا لقد أمرنا النبي بذلك فامتفل أويس أمر النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم اغفر لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب فقال له عمر إلى أين أنت ذهب يا أويس قال ذهب إلى بلاد الكوفة قال ألا أكتب لك لعاملها حتى يهتم بشؤونك اللي هو بقى الوالي بتاع الكوفة قال لا لأن أكون في غبراء الناس خير من أن يكون مشهورا بين الناس أنا عايز أكون واحد من الناس كده محدش يعرفني ولا عرف حد أحسن ما الناس تشاور عليك لكنه اشتهر بعد ذلك في كل بلاد المسلمين حينما علم المسلمون بأمر قويس القرني لما عرفوا أن النبي قال عنه أنه خير التابعين رضي الله عنه وأرضع هي دي الكصة الجميلة اللي بهديها لشباب وبنات الأمة يا شباب ويا بنات والله العظيم اللي عنده أم وعنده أب عنده كنز واللي عنده واحد من الاثنين عنده كنز طريقك للجنة النبي صلى الله عليه وسلم قال الوالد أوسط أبواب الجنة أوسط يعني أحسن أوسط يعني أحسن كان النبي أوسط قريش نسبا يعني أحسن قريش نسبا فأوسط أبواب الجنة أجمل أبواب الجنة أفضل من باب الجهاد وأفضل من باب الريان وأفضل من أي باب من أبواب الجنة هو باب بر الوالدين باب بالأبواب التمانية اسمه باب بر الوالدين بروا أباكم وأمهاتكم يا شباب ما تنشغلش ليل ونهار باللاب توب وبالتاب وبالنت وباليوتيوب والفيسبوك عن الأم والأب يجي الأم والأب قبل إيديهم قبل رأسهم احسن إيديهم انظروا ليه منظرة رحمة وعطفة اكرمهم اخض حوائجهم ساعدهم اشتغل وأكلهم وشربهم ودخل الفرحة على ألوبهم وصدقني ستسعد في الدنيا الأخيرة وعن تجربة ألا كنت أسعد بتقبيل يدي أمي والله كنت أسعد بتقبيل إيديها ورجليها هي وأبي وماتوا هما بيدعولي هما الاتنين فربنا أكرمني بكل خير في دنيتي وأخرتي ربنا يكرمنا وإياك ويبارف فيك يا رب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله عن نبينا محمد وعلى الله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لحضراتكم على مشاهدة الفيديو وأرجو أن لا تنسوا الاعجاب به والاشتراك في القناة